عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خالي لي علي حق البر فكان أبوي وأمي ولعقيل أخو زوجي المتاف في كل الإحترام من أخت الأخيها لا يا أبو نيا ما جئنا هنا لنسمع الغازا هل تقبلين عقيلا زوجا؟ لا ليس العل فيه ولكن بشوفه في مآم أخويا أما وقد جاء الجواب بينا فلننصروا هيا يا جمال الدين وأنت يا عقيل هيا بنا إلى المسجد موسيقى 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 كدت ما أن تقع بنا في مهلك لكن الخطأ خطأي ما كان يجب علي وأنا من كنت ساعقد النكاح أن أهم بعقده قبل أن أسمع إذن هند شفاهة أنت من وضعتني في هذا الموقف المهجري أليست هذه ابنة أختك التي تقول لي دوما إنها ابنتك فالتهدأ يا عقيل لقد وضعتني هند معك في الماء الزق ذاته فلا تحميني ما لا أحتمل ما وضعنا أنا وأنت سوى الفقري الذي أقحم استئذان هند في الزواج تتبه لكلامك يا عقيل كثير من الناس من باطل والخطأ عليك لم أقصد ماذا تقصد إذن؟ كنت أقصد أنها لا أعلم ما أقصد يا أصدقائي هذا حقه لا يسح الزواج دون استئذانها فماذا نفعل؟ نفعل ذلك ونخالف شرع الله وسنة نبيه؟ ونتبع هوا؟ معوذ بالله من الأهواء والبضع ليس من السهل على عقيل تقبل ذلك عقيل ليس يشغلني ما يشغلني أنه طالب علم يحضر دروسا ويعرف ويعرف ومع هذا كان يريد أن يتغافل عن معلوم الله فما بالك بالعامة من الناس وأحواله؟ والمقصر بتعليمهم في حلقاتنا يا إمام العياذ بالله ولكن العلم يظل حبيس الكتب وإذا خرج منها يظل حبيسا لجدران ساحات العلم وماذا بوشعنا أن نفعل؟ دلني دلني يا إمام أنت تعرفني وتعرف أنه ليس أحب عندي من مناقشة العلم والتفكر فيه ولكن الناس 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 في بيوتهم يجب أن يكونوا آمنين بأحكام تضمن لهم عقوقها ولا تسمح لأحد بأن يأخذ منهم شيئا ضرورا أحكام الله يعلمها القاصي والدامي إذا كانوا يعلموه إذن فما الذي كان سيحدث للتوم أجل اشترك في البقاط الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية موسيقى